قال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضر إلى ربها ناضر هذه الآيات المباركة من سورة القيامة قال العلماء عليهم رحمة الله كان جبريل عليه السلام إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات من عند الله تبارك وتعالى آيات القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل أخذ القرآن من جبريل ويحرك لسانه حرصا منه عليه الصلاة والسلام على القرآن العظيم فنهاه الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وهذا تأكيد من عند الله تبارك وتعالى على أنه سبحانه وتعالى تكفل والتزم وأوجب على نفسه جمع هذا القرآن وحفظ هذا القرآن قال العلماء لأن الله تعالى قال إن علينا فإن هنا للتأكيد وعلى للإيجاب لأن الله تبارك وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء زي ما ربنا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة وليس للعباد أن يوجبوا على الله تعالى شيء لأن ربنا سبحانه وتعالى له الحق على العباد وهو يتفضل عليهم وليس للعباد حق على الله تبارك وتعالى إنما هو تفضل من عند الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا قرأنا هذا القرآن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاتبع قرآنه أي اتبع ما جاءك من هذا القرآن وما فيه من الأحكام ثم قال تعالى ثم إن علينا بيانه وهذا تأكيد ثاني والتزام ثاني من الله تبارك وتعالى على بيان هذا القرآن وهنا فائدة مهمة ألا وهي كما التزم الله تبارك وتعالى حفظ هذا القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كذلك التزم الله تبارك وتعالى بيان القرآن العظيم فزيما القرآن محفوظ يا أخواننا كذلك معنى القرآن وشرح القرآن وتفسير آيات القرآن والأحكام التي فيها كذلك محفوظة محفوظة زيما القرآن محفوظ في حروفه كذلك في معناه محفوظ يبقى الآن ما بيحتاج القرآن ما بيحتاج لإنسان إنه يجي يشرح له آيات من عنده أو من رأسه ليه؟ لأنه الشرح هذا انتهى زمان محفوظ محفوظ ما بيحتاج لإزول يجي يجي يجيب له شرح جديد زيما ما ما بيحتاج لإزول إنه يجيب آيات جديدة كذلك ما بيحتاج لإزول جديد يجي يجيب له شرح جديد ولا معنى جديد لآيات القرآن الحمد لله القرآن محفوظ حروفه حروفه محفوظة ومعناه محفوظ وشرحه وتفسيره محفوظ والحمد لله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه لأنه ربنا قال له ونزلنا عليك الذكرة لتبين للناس ما نزل عليهم لعلهم يتفكرون ربنا نزل هذا الذكر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس هذا القرآن إذن القرآن محفوظ والحمد لله بس إن تترجع وتأخذ من الأولين السلف الصالح ودفيه دليل على إن فهم القرآن وكذلك السنة يجب أن يكون بفهم السلف الصالح لأنهم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا موجودين لما نزلت آيات القرآن وكانوا موجودين لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفة شاكد أنت لو دار تنجو دار تنجو ودار تمشي في الدين الصح عليك بآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين شاكد ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مصيرا ثم إن علينا بيانة ثم قال الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة والعاجلة هي الدنيا أكثر الناس يحب الحياة الدنيا إلا من رحم الله ويذرون الآخرة زي ما ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أكثر الناس تلعهم بتعين الدنيا أكثر الناس ويتركوا الآخرة بل قد يبيع دينه بسبب الدنيا أو من أجل الدنيا ممكن يبيع دينه كله كل الدين كل الدين يبيعه عشان مصالح دنيوية معينة عياذا من الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذه الآية فيها دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح على أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة رأي العين لأن ربنا قال وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة ناظرة يعني عليها الحسن والبهاء والسرور يظهر على هذه الوجوه إلى ربها ناظرة والعلماء قالوا الرؤية إذا يتعدد بمفعول واحد ما بيكون إلا الرؤية البصرية يعني ما بيكون معناه إلا الرؤية البصرية هنا في الآية ذي الرؤية يتعدد بمفعول واحد إلى ربها ناظرة أما إذا يتعدد بمفعولين إذا تستفيد منه إنت إذا يتعدد بمفعولين فبيكون معناها رؤية العلم ورؤية القلب زي ما ربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هل النبي صلى الله عليه وسلم شافوا بعيونه؟ لا لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لأصحاب الفيل فالرؤية هنا رؤية علم ورؤية قلبية لأنها يتعدد بمفعولين أما هنا في الآية تعدد بمفعول واحد فمعناها رؤية البصر إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة طيب يا أخوان والآية ذي شرح عليه للنبي عليه الصلاة والسلام إحنا ما قبل قلنا ربنا حفظ القرآن وحفظ معانيه وشرحه الرسول عليه الصلاة والسلام شرح لنا هذه الآية جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من رواية أبي هريرة وغيره من الصحابة بل هذا الحديث بلغ درجة التواتر يعني رأوا صحابة كتار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البذر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضارون في رؤيته الحديث ده بيشرح لنا الآية النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤمنين إنكم سترون ربكم والعلماء قالوا هذه الجملة هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين اثنين التأكيد الأول بإن وشوف الكلام لما يكون مؤكد معناته تاني ما فيه ما فيه خلل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ده التأكيد الأول سترون ربكم السين التأكيد التاني لأنه دي السين المستقبلية التي تدل على تحقيق وقوع الأمر يعني الموضوع ده هيقع هيقع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر والعلماء بيقولوا دفيوا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء لأن القمر لا يشبه الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى ولا يمكن أن يكون مماثلة أو مشامها بين الخالق وبين المخلوق أشوفوا الوصف بتعال النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر لا تضامون لا تضرون يعني الناس ما بتتضرر وما بيكون في زحام عشان يشوفوا يوم القيامة عشان يشوفوا الله تبارك وتعالى ما بتكون في زحمة زي القمر هسي حصل لها قاك زول في الشارع قال لك زيح كده خليناه شوف القمر لها قاك بتحصل زحمة كده على قال لها زيح شوية خليناه شوف القمر في زحمة زيدي ما تحصل زحمة انت هنا في الحاج يوسف بشوف القمر بارتياح السؤال في الشمالية بشوف بارتياح الفي السعودية بشوف أو القمر يهو القمر ذاته بشوف بارتياح ما في ضرر وما في زحام كذلك يوم القيامة المؤمنون في التن يرون ربهم لا ضرر بينهم ولا زحام بينهم شوف الوصف النبي العجيب لا تضارون في رؤيته وحديث بلغ درجة التواتر يا أهل البدع نسأل الله أن يهديهم ويعاملهم بما يستحقون قالوا لا ربنا لا يرى يوم القيامة ومنهم ناس قالوا لا يرى لكن ما يرى بالعين إنما قالوا يرى بالقلب وده كله كلام باطل شفت الكلام اللي بتلقاه عند المعتزلة والمعتزلة ديل الجماعة الزمان ناس واصل ابن عطاء وهسي تبع لهم ناس المؤتمر الشعبي أتباع الترابي وما قل لك معتزلة ديل دخلوا معهم طواله وعندك الأشاعر زمان كان يا إمام أبو الحسن الأشعري لكن تابوا رجع علي رحمة الله هسي تبع لهم ناس اللي زيرك ناس حامد بابكر ناس حميدة صوفي كلهم دخلوا معهم كلهم عندهم مشكال في هذا الأمر شوف قالوا لا ربنا ما يرى طيب دليلكم شنوه قالوا لأنه ربنا قال لي موسى لن تراني في سورة الأعراف قالوا قال لي موسى لن تراني قالوا لن هنا معناته للتأبيد يعني يا موسى ما بتشوفني أبدا لا هنا لا يوم القيامة ولا في أي محل أبدا وذا استدلال ما في محله واستدلال باطل من عدة أوجه العلماء قالوا أول حاجة لو كانت رؤية الله عز وجل مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام هل موسى عليه السلام يطلب المستحيل لوث الرؤية الله مستحيلة ليه ربنا ليه موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك لو كانت مستحيلة ولو كانت الرؤية مستحيلة ربنا سبحانه وتعالى كان حيعاتب موسى على هذا السؤال كما عاتب نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلك لأن السؤال ما كان في محله فلو سؤال موسى عليه السلام كان أصلا ما في محله وفيه إشكال لعاتبه الله عز وجل على هذا وما عاتبه الله تبارك وتعالى إنما قال الله تعالى له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه أها فسوف تراني ده شرط عائل للجبل يا موسى إذا الجبل ده استقر في مكانه انت حتى تشوفني بعد ذلك بعد ذلك ربنا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا لما تجلى الله عز وجل للجبل الجبل اندك إذا كان الجبل بضخام تده اندك من تجلى الله تبارك وتعالى فكيف بموسى عليه السلام كيف موسى استطيع ينظر إلى الله تبارك وتعالى يبقى يا أخوانا الآية دي ما فيها دليل على عدم على عدم رؤية الله عز وجل مطلقا من ناحية تانية من ناحية لغة عربية لن لا تأتي في اللغة العربية للنفي المطلق وده دل عليه القرآن ودلت عليه اللغة العربية شاكد ابن مالك ابن مالك من علماء اللغة العربية قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فكلامه اردد وفي سواه فعددا لكلام ابن مالك قال لك قال بيقول لك النفي بلن بيكون مؤبد قال لك كلامه ما له اردد رد كلامه وفي سواه فعددا والكلام ده دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ربنا قال في الآية البعديها ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم هل الكفار والمشركين ما بيتمنوا الموت أصلا أبدا الجواب لا لأنه بيتمنوا الموت بعدين وين في جهنم جوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إذن تمنوا الموت وإلا ما تمنوا بل طلبوا الموت والطلب بعد التمني ذاته طلبوا الموت عديل ويتمنمون إذن لن ما بتجي في اللغة العربية للنفية المؤبت مطلقا ده فيه ورد على أهل البدع إذن الآية دي دليل عليهم ما دليل لهم لن تراني دي قاموا جابوا تاني آية قالوا ربنا قال في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قالوا ربنا قال لا تدركه معناة ربنا لا يرى أصلا نقول لهم كذبتم لأن الآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية وبياناتهم في فرق يا أخوان الآية نفت الإدراك ما نفت الرؤية ربنا ما قال لا تبصره الأبصار ولا قال لا تنظر إليه الأبصار إنما قال لا تدركه الأبصار طيب نشوق الفرق بين الإدراك والإبصار أرجع لسورة الشعراء لما موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل وأتبعهم فرعون بجنوده لما نلحق البحر وبقى البحر قدامهم وفرعون وراهم ربنا قال في سورة الشعراء فلما تراء الجمعان تراء يعني شنو يا أخوان؟ يعني شافوا بعضهم مش كذا؟ ذيك شافوا أصحاب موسى وأصحاب موسى شافوا منه شافوا فرعون وجنوده فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا كالذي فيه نفي للرؤية ولا للإدراك للإدراك لأنه لا يمكن يكون فيه نفي للرؤية لأنه الرؤية ثبتت أصلا فلما تراء يا أخوان الكلام ده لا أبو تتعرفوا لأنه على البيضة عديل الناس خبثة فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية لأنه الآية أثبتت الرؤية في البداية طيب الإدراك معناه شنو؟ الإدراك معناه لحاط لأنه لما قال أصحاب موسى إنه لمدركون قالوا معناته فرعون حيحيط بينا وحيكتنا موسى قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين ما حيحيط بيكم لكن فيها إثبات للرؤية إذن الآية فيها نفي الإدراك يعني المؤمنين يوم القيامة لا يحيطون بالله تبارك وتعالى لكن ينظرون إلى الله تبارك وتعالى أما إحاطة فلا يحيطون بالله عز وجل شخص ربنا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إحاطة ما في إحاطة لكن رؤية أيوة في رؤية في رؤية ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى ودى من أكبر نعيم الجنة يوم القيامة أسأل الله عز وجل إنه يمتعنا بلذة النظر إلى وجه شخص ربنا قال في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا في الدنيا بالعمال الصالحة الحسنى أحسنى يعني الجنة زيادة فسر النبي عليه الصلاة والسلام قالت زيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى لا نؤدي زيادة على النعيم بتاع الجنة العور العين والفواكه بكل نعيم في الجنة لكن النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة أعظم من ذا كله دا قمة النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى تاني جابوا شبهة أهل البدع قالوا عائسة رضي الله عنها قالت لمسروق في البخاري من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب قالوا عائسة قالت النبي سأسلم ما شاف ربه إذا معناته شوفت ربنا مستحيلة لأنه أصلا النبي سأسلم ما شافه من بابه لأنه غيره ما يشوفه نقول له ما هو الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه وين لكن هنا في الدنيا عدم الرؤية في الدنيا هل فيه دليل على عدم الرؤية في الآخرى لا أبدا لأنه النبي سأسلم اللي قال نور أنا أراه قال إنكم سترون ربكم إذا معناته الرؤية في الدنيا دي ما مستحيلة ما في ذول بيشوف الله في الدنيا بعيونه مستحيل أما عند القوم عادي طبعا عند صوفية عادي الكلام ده عندهم زي ما جاء في الكتاب بتاع خبس من نور محمد عثمان عبد البرهاني ذكر عن واحد قال كنت أمشي تحت العرش بين يدي ربي فقلت له كذا وقال لي كذا ماشا قال شاف الله ويتكلم معاه وقال له وقال له وجرى جيعتاني وعندهم حضرة بيسموها حضرة إلهية إلهية دي يعني بيجي يقعدوا مع الله عديل دي أنا صوفية قاتلهم الله يقول لك حضرة إلهية نحن دي طوال بيحضر الإله ذاته بيحضر رفته وده كل من الكفر والزندغة الله عز وجل في الدنيا لا يرى بالعين وده تحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه وكلام عائشة من حدث كأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب أما كلام ابن عباس لما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال العلماء هذه روية قلبية وهذه ثابتة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه رأى ربه تبارك وتعالى لكن بيجنوه بقلبه أما غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى ربه بقلبه مع الرؤية دي نفينا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير في الدنيا أما بالنسبة للقلب غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى ربه أم لا قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وقد ذكر بعضهم أن الإمام أحمد قد رأى ربه بقلبه وذكر بعضهم أن بعض الصالحين يروا ربهم بقلوبهم لكن قال في النفس من ذلك شيء المهم الله أعلم برؤية غير النبي ساسلم لله عز وجل بالقلب لكن دي ذاته لو سبتت ما في فرق اليصوفي في الهتة دي أصلا ما يقول لك أيها قال الصالحين ما نعتني إحنا برضو لا أنت ما داخل اليصوفي لأنك أنت ما من الصالحين وإلا تجد تثبيت لنا إنك من الصالحين واشي تقال الصالحين دي ساكت شغل ساي فاك كده تقول لنا من الصالحين من البقاك معهم دليلك وينه إنك من الصالحين فلو ثبتت هذه ما بيدخلوا فيها أهل الشرك وأهل البدع ما بيدخلوا في الهتة دي إنما قد تكون لأولياء الله تعالى الصالحين الحقيقيين الذين قال الله تعالى عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لعل الموضوع هذا نكون جرينا فيه شوية لكن هذا ما وفقنا الله تعالى عليه فأخيراً عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة بالبصر يراه المؤمنون في الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه أقدم الشيخ مزمين